اهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج نقاط والتي تتزامن مع الذكرى السنوية لنكبة 21 من سبتمبر الانقلاب على الدولة في المحور الاول من هذه الحلقة نتوقف عند الشعارات التي رفعها الانقلابيون لتبرير اسقاطهم لحكومة الوفاق اما في المحور الثاني وفي ضوء مذبحة الميليشيا السلالية بحق تسعة تهاميين نناقش احتمالات تكرار الميليشيا لاعدم مختطفين اخرين اما في المحور الثالث نتناول سياسة ميليشيا الحوثي في تلغيم المستقبل من خلال تطييف التعليم تحل اليوم الذكرى السابعة للانقلاب على الشرعية الانقلاب الذي نفذه تحالف ضم ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي صالح ضد حكومة الوفاق واسقاط الدولة ودسف ما انجزه اليمنيون بالحوار الوطني الذي كان يفترض ان يفضي الى مرحلة جديدة عقب انتخابات كان من شأن الشعب فيها ان يختار رئيسا جديدا وبرلمانا جديدا وبالتالي حكومة جديدة الا ان ذلك لم يتم نتيجة الانقلاب الذي غدر بالحكومة واودى بالوطن وبالشعب الى معاناة متراكمة جراء الحرب التي القط بظلالها على كل شيء في مثل هذا اليوم اجتاحت الميليشيا العاصمة صنعا رافعة شعار اسقاط الجرعة وتغيير الحكومة شعار تبين زيفه في اول لحظات الانقلاب ترى كيف يرى اليمنيون نكبة الواحد والعشرين من سبتمبر بعد سبع سنوات منها واين ذهبت شعارات او تلك الشعارات التي انخدع بها بعض الناس نبدأ نقاش ولكن بعد متابعة هذه المادة بعد هذا الاستطلاع واحد وعشرين سبتمبر تعتبر هذه نكبة على اليمنيين وعلى الامة فالواجب على اليمنيين التوحد على هذه الشرنمة الحوثية التي بغت على البلاد وعشرين سبتمبر كان يوم اسود بالنسبة اليمنيين وسيظل يوم اسود في ذاكرة كل يمني حرب ويقب علينا الالتفاف والوقوف ضد هذه الميليشية الاجرامية التي مارست بحق الشعب اليمني أبشع الجرائم والميليشية لا تريد إلا أن تحكم اليمنيين بالحديد والنار يوم واحد وعشرين سبتمبر يعتبر يوم اسود على اليمنيين بشكل عام وذلك بسبب انقلاب ميليشية الحوثي على الدولة والشرعية وسيظل يوما اسودا حتى نستعيد الشرعية من قبل هذه الميليشيات وطرد كامل الميليشيات الحوثية من اليمن إذن مشاهدين الكرام نستقبل ضيف هذا المحور معنا الأستاذ عمار زعبل وهو رئيس تحرير موقع 26 سبتمبر مرحبا بك أستاذ عمار مساء الخير مساء النور وبكي وبكل مشاهدي قناة بلقيس في ليلة النكبة أو ذكرى النكبة الحوثية التي كان لها ما بعدها خلال سبع سنوات في بلادنا الحبيبة نعم ابتداء ما الذي تتذكره من هذا اليوم قبل السبع سنوات أو اليوم بعد سبع سنوات ما الذي تتذكره من نكبة 21 سبتمبر ما الذي علق بذهن الأستاذ عمار علق بذهني خلال تلك اليوم وخلال ذلك اليوم المشؤوم على الشعب اليمني بكل المستويات سواء كان المستويات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية تبعات هذا الانقلاب ما زالت إلى اليوم واقعا على الأرض كل اليمنيين عانوا من هذا اليوم ومن تلك الحركة الانقلابية الخبيثة التي جاءت أو تخلقت من جديد من أجل الهيمن على الشعب اليمني والاستبداد به كان هناك تحالف إمامي جديد بنسخته الحوثية ميليشيا الحوثية القادمة من غابر التاريخ أيضا مع قوة خانة الدولة وخانة مخرجات الثورة اليمنية التي نحتفل بها اليوم في كل الأرض اليمنية على الرغم من الحرب المستمرة التي ما زالت تشنها ميليشيا الحوثي مقتلة بأفراد الشعب اليمني سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا فهي ما زالت أو بآلة الموت ما زالت تحصد كلها اليمنيين معدل الفقر زاد زيادة كبيرة على الرغم من أن الكثير يتذكر الخمسمائة ريال التي ارتفعت بالمشقات النفطية حينها في حكومة الوفاق وكانت الذريعة لمحاصرة العاصمة صنعاء ثم دخولها وتلك الاشتباكات العسكرية أيضا التي قام بها ثل من العسكريين الذين لم يخونوا شرفهم العسكري وسيظل يتذكر اليمنيون تلك الكوكبة القليلة التي قاومت ميليشيا الحوثي على أطراف العاصمة صنعاء أو في مداخل عاصمة صنعاء وفي بعض المعسكرات في العاصمة صنعاء ليشكلوا أيقونة الدفاع وأيقونة المقاومة ضد ميليشيا الحوثية التي استمر اليمنيون خلال السبع السنوات مقاومين هذا المشروع الذي أنقض على الدولة وسيطر على كل مقدراتها ونهب أسلحة الجيش وإلى اليوم ما زال يقتل بهذا السلاح أفراد الشعب اليمني نعم السادة عمار عندما دخل الحوثيين إلى صنعاء رفعوا شعارات داعبوا فيها مشاعر الناس اقتصاديا بالذات يعني الآن وبعد سبع سنوات وبعد أن أصبح اقتصاد البلد على الحظيظ وأصبحت اليمن تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم مازال للأسف مازال هناك بعض المواطنين البسطة من يصدقون المبررات التي يسوقها الحوثيين أن ذلك ليس بسببهم أن ذلك بسبب الحرب وعدوان التحالف على اليمن الحرب أيضا هي السبب ولكن هم من تسببوا بها كيف يمكن ما الذي يمكن أن نقوله له أولا للأسف الشديد ميليشيا الحوثي حينها وحين نتذكر وأعتقد أن الكثير يتذكر أنها استغلت الظرف السياسي الموجود والتيادبات السياسية التي حصلت عقب ثورة الـ 11 من فبراير ودخول الأحزاب اليمنية وجميع المكونات اليمنية في ضمن المبادرة الخليجية وما أفضى إليها من تسليم الحكم من النظام السابق علي عبدالله الصالح إلى الرئيس الحالي عبد الربو منصور هادي كل ذلك استغلته الميليشيا الحوثية استغلت عواطف الناس بآلة إعلامية كبيرة ساهمة للأسف الشديد الكثير من المكونات السياسية أو الذين يمتلكون صوتا إعلاميا حينها بالترويج والتصويق لمشروع الحوثي الذي استخدم في البدء انقلابه الناعم وسائله الناعمة وتغلغل في كل أدوات ووسائل الاحتجاجات السلمية استغلها استغلالا ذكيا وإستغلالا كبيرا أن طلع على الكثير من اليمنيين وليس على البسطاء منهم إنما أن طلع على النقبة في المجتمع منهم أعظم أجلس نواب منهم مثقفون سياسيون أمنا أحزاب حينها كل أولئك روجوا لمشروع الحوثي القادم وأنقلبه وسيطر على كل الحياة السياسية سواء كان حينها في العاصمة صنعاء لأن العاصمة صنعاء هي مرتكز الجمهورية اليمنية بكل المؤسسات المتواجدة فيها سواء كانت عسكرية أو سياسية أو حتى منظمات مجتمع مدني أيضا انخرطت منظمات المجتمع المدني بكل اهتماماتها سواء كانت المنظمات النسوية أو منظمات التي تعنى بحقوق الإنسان كانت ميليشيا الحوثي ترتكب حقوق الإنسان بدءا بصعدة ثم عمران ثم بقية المحافظات وهناك للأسف الشديد من المنخرطين في المجال الحقوقي كانوا يروجون لميليشيا الحوثي في انقلابها على الدولة وكانوا أيضا يسوقون الوهم للمواطنين جميعا في وسائل الإعلام وغيرها بأن هذه الحركة ما هي إلا لتغيير طبقة معينة من الحكام الفاسدين لكنها جاءت لتلغي كل ما وصل إليه اليمنيون وما اتفق عليه اليمنيون من مخرجات حوار وطني ومن مسودة التسطور دعنا نتذكر سنويا أطراف التي شاركت بما حدث في يومه يعني أستاذ عمر أيضا الجميع كان متواطئ أو شارك سواء بالتواطئ أو حتى بالصمت موقف الحكومة الضعيف تبريراتها إنكارها لما كان يحدث في صنعاء أيضا صمت الجوار والدول المجاورة الآن وبعد سبع سنوات دعنا نتذكر أيضا أنهم كانوا جميعا مشاركين في إسقاط صرع نحن اليوم في أو نعيش هذه الأيام أو في هذه الظروف ما يشبه المكاشفة وما يشبه أيضا الاعتراف بالأخطاء التي حصلت من قبل الكثير سواء كان من المكونات السياسية أو من غيرهم من المدنيين والأسكريين الذين أخذوا أو قضوا مع أنفسهم مراجعات لما وصل إلى لما عملت فيه الميليشيا الحوثية تتذكرون المؤتمر الشعبي العام أو قناح منه وهو قناح علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح نفسه قاوم ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2017 وحصل ما حصل أيضا هناك الكثير من العسكريين الذين قاتلوا في صفوف ميليشيا الحوثي أن خرطوا فيما بعد في الحركات المضادة لها سواء كان في إطار الشرعية أو في غيرها هناك أيضا من كانوا في العمل السياسي سواء كان في الحكومة أو على هرم الأحزاب كانت لهم مواقف معينة من ميليشيا الحوثي وهي تواصل تقدمها وانقضاتها على الدولة لكن تغيرت تلك المواقف بشكل أو بآخر حصرت اليوم بعد سبع سنوات ميليشيا الحوثي بأنها العدوة الأولى لليمنيين يظهر ذلك من خطابهم الإعلامي لو تتذكرون أن في السنوات الأولى من انقلابها كانت تحتفل على استحياء بالأعياد الوطنية لكن اليوم وصلت إلى أن تلغي الأعياد الوطنية بما فيها ثورة السادس عيون العشرين من سبتمبر فهي اليوم تحركاتها وأيضا تصرفاتها وقراراتها على أنها أصبحت جزءا بعيدا عن مكونات الشعب اليمني وتغرد خارج السرب تماما تريد أن تروج بأن يوم النكبة أو يوم الإنقلاب هو يوم وطني ويوم ثورة لكن عكس ذلك يشعر بذلك حتى المواطنون في مناطق سيطرتها لما آل إليه الوضع الاقتصادي ولما آل إليه الوضع الأمني ولما آلت إليه جميع الأوضاع التي يعاني منها اليمنيون اليوم جميعا على السواء سواء كان في إطار المحافظات المحررة أو التي تتواجد فيها الحكومة الشرعية أيضا لم توجد آليات الدولة وأيضا مقدرات الدولة إلى الآن وكل الأسباب ترجع إلى هذا اليوم الذي أنقضى وأنهى كل أجهزة الدولة بما فيها القضاء للأسف الشديد من المعاناة التي يعانيها الشعب اليمنى اليوم تعطيل القضاء بعض الجماعات والحركات أيضا في المحافظات المحررة تنهج نهج الحوثي في هذه الجزئية في تعطيل الأجهزة الأمنية في تعطيل القضاء في تعطيل مصالح الناس استخدام المضاربة بالعملة الاقتصاد النفط تحول إلى سوء سوداء في كل المحافظات اليمنية أستاذ عبارة الآن في اليوم وفي هذه الذكرى مرة التي تود أن تقولها ولمن باختصار باختصار أن الشعب اليمنى لا بد أن يتمسك بثورته الوطنية التي تدعو إلى العدالة وإلى المساواة على الجميع اليمنيين مراجعة أنفسهم ونحن نعيش العيد التاسع والخمسين من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لا بد أن نراجع عدبيات هذه الثورة وأيضا استلهام نضالات الأحرار من الجنوب ومن الشمال كيف كانت واحدية الثورة والمصير من أجل القضاء على الاستبداد الإمامي حينها ثم التفرغ للقضاء على الاستعمار الذي كان جاثما على جنوبنا اليمنية اليوم لا بد أن تتوجه جميع القوى ولا بد أن تتوحد كل القوى من أجل إنهاء هذه القوى التخلف والكهنوت التي عادت تتخلق من جديد للتفرغ تماما لبناء الدولة وإعادة بناء الدولة بجميع مؤسساتها بما فيها المؤسسة التعليمية التي نخرى فيها نخرا المؤسسة العسكرية جميع المؤسسات نحن أمام منعطب تاريخي ومساءلة تاريخية لنا وللأجيال أن هذا الشعب أو اليمنيون أو هذا الجيل ضيع كل المقررات التي توصل إليها اليمنيون وناضلوا من أجلها في دولة ضامنة دولة عدالة دولة قانون لا أحد فيها فوق القانون مساواة تعايش مشترك مواطنة هذه المصطلحات أو هذه الأشياء نحن اليوم نفتقدها جدا في كل المحافظات اليمنية أصبحت ما بين أصبحت النقاط الأمنية أو الحواجز الأمنية هي من تحكم مصائر الشعب اليمني حياة المواطن اليمني أيضا أصبحت بقيمة أو بأقل من قيمة رصاص أرخص شيء في هذه الأرض أصبح الإنسان اليمني لذلك لا بد من التنبه والعودة إلى مقررات الشعب اليمني ومخرجات الحوار الوطني الشامل أو الاتفاق على كلمة جامعة تضمن وتعيد العدالة لهذا الشعب الذي يتتناهش فيه الأستاذ عمار زعبل هو ليرجع ليكون رقما صعبا في الإقليل شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ عمار زعبل رئيس تحرير موقع 26 سبتمبر شكرا جزيلا لك أشكرك جزيلا شكرا أنك كنت ضيف كريم معي في هذا المحور إذن مشاهدنا الكرام ننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة اتدز الشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه لجريمة إعدام ميليشي الحوثي تسعة مواطنين من أبناء تهامة مشهد دموي أرادت من خلاله الميليشي الإساءة لسبتمبر وبدال تحرير الذي شكل منصة لثوار السادس والعشرين من سبتمبر من العام الف وتسعمائة وستة واثنين وستين لإسقاط حكم الإمامة لا تزال ارتدادات هذه الجريمة مستمرة ولا تزال صور الضحايا وهم يساقون إلى الإعدام مطبوعة في الأدهان وستبقى كذلك لكن التساؤل الذي يفرض نفسه في سياق هذا الحدث هو ما مصير ألاف المختطفين والمخفيين قصرا في سجون وزنازين الميليشيا كيف يمكن العمل على أن يكون شهداء مذبحة السبت الأحمر آخر ضحايا الإعدام الانتقائي الذي تنفذه الميليشيا هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيفة المحور أو هذا المحور بعد متابعة هذا الاستطلاع بعد حادثة الإعدامات الإجرامية التي رأيناها والمحاكمات الهزلية التي أصبح فيها القضاء يعني عرضة للمهزلة ولعب بالدماء ندعو الشرعية أن تبرز يعني صورة وتطالب السجناء الذين تم زج بهم في السجون دون أي مبرر وهم مدنيين أن تطالب بهم لكي لا يعني يأخذوا نفس الجزاء الظالم بعد أن رأينا وشاهدنا وغضب الشارع اليمني على المجزر الذي ارتكبها بإعدام تسعة من أبناء تياما فنحن اليوم نطالب الشرعية بتحريك ملف الأسرة والمعتقلين من الصعفين والسياسيين والاقتصاديين ودكاترة وكل الطياف المجتمع الذي نتحت قبضة الميليشيات الحوثيين أعتقد أن العملية الإجرامية الأخيرة التي قامت بها ميليشيات الحوثيين من خلال إعدام تسعة مواطنين أبرياء بتهمة المشاركة في اغتيال الهالك صالحة صماد أنها رسالة لكل المواطنين أن هذه الميليشيات لم ترحم أحد وأن هذه الميليشيات هذا هو نهجها القتل والصفق الدماء لماذا يسقط عن هذا الظلم والباطل الذي يفعله ميليشيات الحوثي بالشعب اليمني والمواطنين وبحق الأسرة والمشردين والله لن نرضى لهذا الظلم والباطل ميليشيات الحوثي على خطوة قريئة في الاتقاه الخطأ بإقدامه على إعدام تسعة من أبناء تياما اليوم ينبغي أن يكون صوت المجتمع عاليا ومرتفعا بمطالبته بإيقاف مثل هذه الممارسات الإجرامية ينبغي أن يرتفع الصوت المجتمعي وصوت المنظمات والجهات والمعنيين والإعلاميين لينادي ويوقف مثل هذه المهزلة في كل المستويات ينبغي أن يكون دائتنا واضحة للمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لإيقاف هذه المهزلة وهذا الإجرام الذي مارسه الحوثي أعتقد أن هذه القريمة تضعنا جميعا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية من واجبنا جميعا كصحفيين وكيمنيين أن نقف في واجه هذه الميليشيا يجب تحريك الملفات دوليا ومحليا لإيقاف هذه الميليشيا وردعا حتى لا تواصل انتهاكتها بحق المزيد من المختطفين والمعتقلين واليمنيين أعتقد أنه من وجهة نظري أنه الضعف الوعي بالقانوني سواء في القانون الدولي الإنساني أو في القانون الدولي لحقوق الإنسان هو كان سبب وراء حدود الكثير من القرائم والانتهاكات التي ترتكبها العديد من الأطراف من ضمنها قرائم من ضمنها قضايا الإعدام والاختطاف التأسفي وغيرها بالتالي ندعي الأطراف أنه تعزز التزامها في القانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين وحماية الأسرى إذن مشاهدنا الكرام كانت هذه بعض الآراء من الشارع نستقبل لواء إياكم ضيفة هذا المحور معنا الأستاذة والناشطة الحقوقية أسماء الرعي مديرك مكتب رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز مرحبا بك أستاذة مساء الخير أهلا وسهلا بك أستاذة أسماء بداية أنتم في رابطة أمهات المختطفين كيف تلقيتم الحادثة ما جرى في السبت الأحمر خاصة وأن أبناء الكثير منكم يقبعون في سجون وزنازين ميليشي الحسين بالتأكيد كان وقعه عليكم أكبر بالفعل وقع هذه الجريمة أو تنفيذ هذه الجريمة كان له وقع مؤثر ووقع موجع في قلوب الأمهات نحن نقول أن هناك مخاطر مباشرة ومخاطر كثيرة على حياة المدنيين وحياة المختطفين في حال أن هناك أكثر من جهة تنتهك وتستمر في عملية الاختطافات فهذا شيء مخيف جدا يعرض حياة المختطفين والمعتقلين وحريتهم ثم حياتهم للخطر نقول أن تفاقمه ووصوله إلى هذا الحد شيء مخيف أعتقد أنه ينافي مسار التعايش والسلام رابطة أمهات المختطفين تلقت هذا الخبر الموجع ببالغ الأسى والحزن حيث أن الرابطة كانت قد بعد تلقيها هذا الخبر أصدرت بيانا نددت فيه واستنكرت هذه الجريمة الشنعاء التي تعرض لها أبناءنا المختطفين المخفيين قسرا من أبناء تهامة كذلك خرجت الرابطة في الحديدة وقفة رغم صعوبة الوقفات في تلك المحافظة إلا أنها خرجت وقفة بتنديد جريمة الاغتيال لهؤلاء الشباب كذلك أصدرت الرابطة بلاغا بهذا الخصوص نحن نقول أن رابطة أمهات المختطفين قد طرحت أسماء المخفيين قسرا ومن ضمنهم الأربع الذين رصدتهم رابطة أمهات المختطفين ممن سقطوا في هذه الاغتيالات قدمتها للمبعوث الأممي الذي زارهم في آخر لقاء لهم في الحديدة كانت أسماءهم موجودة حيث أن هؤلاء الشباب قد غيبوا عن أسرهم من ضغط طافهم وأخفوا ولم تستطع أسرهم أن تتعرف على أماكن تواجدهم تعرضوا لتعذيب ممنهج وتعذيب قاسي جدا من ربط قدامهم وأيديهم وتعليقهم بها كذلك الحرمان من النوم والحرمان من الطعام نقول أن هؤلاء الشباب تعرضوا لتعذيب قوي حتى تستنزع منهم الاعترافات التي نقول أن المحاكمات أخذت عليها الرابطة طرحت مخاوفها الشديدة إذا المحاكمات والأحكام التي تصدر في حق أبناءها المختطفين والمخفيين قصرا لكن الجهات الرعية للسلام طمنت الرابطة وقالت أنه لن يحدث شيء العلاقات العامة في رابطة أمهات المختطفين تستنكر أن يكون هناك وقفة ثم تنديد ثم بيان ثم بلاغ ولم يصل صوتها إلى المجتمع بأسره في حق إعدام هؤلاء المختطفين نقول أن الجهات الباحثة عن السلام طمنت الرابطة وقالت لهم أنها مجرد محاكمات لن يتم تنفيذها وأنه لن يكون هناك شيء مخيف على حياة هؤلاء الشباب انصدمت وتفاجأت الرابطة وأوجعت الرابطة بأن تصل رصاصات جماعة الحوثي إلى صدور هؤلاء العزل المخفيين الذين حرموا من حقهم في الحرية وحرموا كذلك من حقهم القانوني في أن يكون هناك محامل لهم في مثل هذه المحاكمات وإعدامهم بهذا الشكل جريمة يجب أن لا تسقط بالتقادم كونها جريمة حرب تصعد إلى كونها جريمة لا تسقط بالتقادم كما قلنا ولن يفلت كذلك مرتكبيها هذه الجريمة أوجعت الرابطة وأوجعت قلوب الأمهات نحن نبحث الآن عن من يعيد لهؤلاء الأمهات سلامهم وكيف سيعيد السلام لقلوبهم والأمن لقلوبهم وكيف سيتم جبر قلوب الأمهات التي فقدت أبنائها وقد ويبوا عنها لأمد طويل نحن ننتظر من المنظمات الحقوقية والباحثة عن السلام أن يكون لها موقف جاد وموقف قوي في إيقاف مثل هذه المحاكمات وإيقاف مثل هذه الإعدامات وكذلك إطلاق صراح المختطفين وإظهار أماكن المخفيين قصرا في سجونهم بشتى الحالات سواء كانوا من يوجدون عند جماعة الحوثي أو في الأماكن الأخرى من الجهة المنتهكة لحقوق الإنسان نعم الآن أستاذ أسمى بعد هذه الجريمة هناك العشرات بل المئات من السجناء الذين ربما قد يواجهوا نفس المصير كيف يمكن إيقاف تكرار مثل هذه الجريمة من هي الجهة التي لديها القدرة على إيقاف جماعة الحوثيين نعتقد أن هناك جهات عديدة يجب أن تتكاتف ويجب أن تكون يدا واحدة لإيقاف هذه الجرائم والإيقاف هذه الأحكام الجائرة على أبناءنا المختطفين يجب أن تكون الكلمة هنا والتصرف شديد وكذلك موقف قوي من هذه الجهات إذا كانت بالفعل تبحث عن السلام أو تبحث عن العدالة والحرية يجب أن يكون هناك موقف جاد للتحميل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها نقول أن هذه الأحكام يجب أن يكون هناك قانون ويثبت هذا القانون ويطبق في أرض الواقع حتى لا نفقد أبناءنا المختطفين حتى لا يكون هناك قضية إعدامات مقبلة يجب أن يكون هناك تضامن قوي في إيقاف جماعة الحوثي لإصدار الأحكام في حق المختطفين وكذلك تنفيذها نحن نأمل أن يكون هناك كذلك معاقبة ومحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم حتى لا تكرر نحن لا نريد أن نرى مثل هذه المواقف مرة أخرى ولا نريد لقلوب الأمهات أن توجع كذلك مرة أخرى نعم أستاذ أسمى من هي الجهات القادرة على معاقبة الحسيين من هي القادرة أو الجهات التي لديها السلطة والقدرة على التعامل مع الحسيين وإيقاف ما يقومون به برأيك من هي الجهة القادرة على ذلك أعتقد أن رابطة أمهات المختطفين قد أوصلت ملفاتها ووصلت مخاوفها لجميع الجهات المختصة في هذا المجال كالأمم المتحدة والمفوضية السامية والصليب الأحمر وغيرهم أعتقد إذا كان هناك وقفة جادة من الأمم المتحدة ومبعوثها فسوف يكون هناك ردع لهذه التصرفات ولهذه الأحكام الجائرة على أبناء المختطفين التي تصدر من مسوّغات غير قانونية في أحكامها نعم أستاذ أسمى كان من الملاحظ أيضا أن هذه الجريمة وقعت قبل أيام من نكبة 21 وأيضا في مكان له دلالته السياسية والتاريخية كيف من الرسائل التي ودت الجماعة أن توصيلها عبر ذلك بالتوقيت والمكان بالفعل نحن لا نستطيع أن نحدد من الرسائل التي أرادت أن توصلها جماعة الحوثي لكن تجرؤها على تنفيذ هذه الأحكام الجائرة واختيارها لهذا التوقيت دليل قاطع على أن هذه الجماعة لا تستطيع أن تتعامل القوانين الإنسانية التي كفلها القوانين اليمنية والدولية في حق الجميع بالسلام وحق الجميع بالحرية وحق الجميع بالحياة الآمنة تصرفهم هذا لا نستطيع أن نوضح أو نقول ما هو مصوغهم للقيام به غير أن هذه الجماعة تعدت كل قوانين السلام وقوانين الحرية وقوانين التي تثبت حرية حق المواطن اليمني في الحرية كذلك هي الآن تعتدي على إخوانها اليمنيين بهذه الأحكام الجائرة هذا شيء يوجع القلوب وينافي ما يتحدث به الجميع عن السلام أو الحرية عمدان الأستاذ أسماء الرعي مديرة مكتب رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز شكرا جزيلا لك أشكرك جزيلا شكر أنك كنت ضيفة كريمة معي في هذا المحور مشاهدنا إذن ننتقل إلى المحور الثالث من هذه الحلقة بسبب الانقلاب وتداعياته العسكرية أصبحت أكثر من ألفين مدرسة خارج الجاهزية وتسببت الحرب في حرمان نحو ثلاثة ملايين طفل من حقهم في التعليم هذا في عموم المحافظات التي طالتها الحرب أما في مناطق سيطرتها تحرس ميليشيا الحوثي على تطييف التعليم وتربية الأطفال على ثقافة الحرب والقتال وفرضت ذلك في المقررات الدراسية فضلا على التعبئة المقصودة التي تمارس بحق نحو مليون طالب يتم إخضاعهم بالترهيب وبالترغيب لدورات طائفية بعد سبع سنوات من الانقلاب ما الذي فعله الحوثيون في الأجيال وكيف يمكن حماية مستقبلنا من سياسة التطييف التي تتم في مناطق سيطرة الميليشيا ذلك ما سنناقشه في هذا المحور ولكن بعد متابعة المقطع التالي يا طياري خبر بالخبر يا طياري خبر بالخبر إن فاطمة استشهدت ولم يعرف لها قبر يا طيري خبر بالخبر إن فاطمة استشهدت ولم يعرف لها قبر أئمة إثنى عشر أولهم الحيدرة وآخرهم المنتظر وحد 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 يا طيري خبر بالخبر إن فاطمة استشهدت ولم يعرف لها قبر أئمة إثنى عشر أولهم الحيدرة آخرهم المنتظر إذن نستقبل ضيف هذا المحور معنا صحفي عبد الرزاق الحطام مرحبا بك أستاذ عبد الرزاق مساء الخير لعلك شاهدت معي الفيديو الذي قمنا بعرضه منذ قليل أي مستقبل ينتظر اليمن وينتظر أبنائنا بعد ما يحدث وبعد سبع سنوات من هذه التعب الطائفية المسمومة هكذا تجري عمليات تطييف القطاع التربوي التعليمي في اليمن ولكي نتحدث عن هذا الجانب أو مأسسة البكر الطائفي الحوثي عبر المؤسسات التعليمية والتربوية وعبر المنهج المدرسي الرسمي دعينا نلقي بلاشبكس سريع على خلفية تاريخية في عهد طوائد السلطة السيوغراطية التي حكمت اليمن في العهد البعد في يمن ما قبل الدولة وما قبل الجمهورية ما قبل الأستاذ والمعلم والمصبع والكتاب والمدرسة هذا المقطع الذي شاهدته الآن هو يحكس إلى أي مدى وصل فيه الهزال التعليمي وإلى أي مدى ضربت ميليشيا الحوثي بعمق في البنية التعليمية وتخدمت مؤسسات الدولة والمدارس الرسمية والمنهج المدرسي الذي يعتبر منهجا صريحا لتمرير أجنداتها وأفكارها الطائفية عبر هؤلاء الأجيال الذين ليس أمامهم سوى الانكثال والطاعة العمياء والطاعة السلبية هؤلاء الأجيال لا يملكون القدرة على الاختيار والقرار والإرادة والتمييز الفارق فلذلك تقوم ميليشيا الحوثي بعملية نقش في حجر وعي هؤلاء الطلاب وغسل أذمقتهم مبكرا بحيث يكون أدوات جاهزة لخدمة أغراضها وأجنداتها الطائفية في المستقبل نحن أمام جيل ملغوم جيل عبارة عن أحزمنا سفا قد تنفجر في أي وقت تتم هذه العملية في ظل صمت دولي رهيب ومريب جدا علما أن العالم يولي العملية التعليمية ويولي الأطفال خاصة في مراحل الصراع والحروب حماية خاصة هناك الكثير من المنظمات التي تعنى بهذا الجانب لكن في اليمن يتم تغييب العملية التعليمية تماما يتم استخدامها تستخدمها ميليشية الحوثي لخدمة في حساباتها السياسية وحساباتها العسكرية يتم تدمير القطاع التعليمي بكل أبعاد بدءا من المعلم الذي استهدفته بقطع راتبه وحرمانه من الحياة الكريمة وبالتالي عملت على تصفية الكثير من الكادر الوظيفي والإداري في داخل المؤسسات التعليمية والتربوية واستبدالها بمراهقين وغلمان حيثيين من المؤذلجين طائفيا ومن العقائديين الذين يبثون مثل هذه الخزعبلات والخرافات هذا هو التعليم الذي جرى في تاتيب ما قبل يمن الجمهورية وما قبل يمن الأستاذ المعلم والتبشور والمدرسة وهي الآن تريد إعادة تكرار هذه التجربة على الواقع المعاصر قافزة على كل مطايرات العصر الحديث وحقائق الواقع العالم طاير لم يعد يؤدي مثل هذه الميثيولوجيات الأساطرية نعم إذن السيد عبد الرزق ما الذي يمكن فعله الآن يعني السنوات سنة الأخرى تذهب دون الخروج من هذا المأزاق والأطفال يكبرون على هذه الثقافة ما الذي يمكن فعله هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتقادها الحكومة الشرعية هي المعنية والمسؤولة عن هؤلاء الأجيال وعن حتى لا يذهب هؤلاء ضحايا السائبين في يد الميليشيات الحيثية يجب أن تكون المسألة التحييد القطاع التعليمي والتربوي ومن اشتراسات عملية السلام تجب أن تكون هذه مسألة جوهرية ويجب أن تدفع السلطة الشرعية بكل أدواتها الدولية وبكل إمكانياتها من أجل تحرير هؤلاء الطلبة الذين يتعرضون الآن لعملية قرص مفاهيم عنيفة وناسفة تمثل تهديدا خطيرا لأجيال المستقبل بينما يتلقى الطالب التعليم الجمهوري في مناطق الشرعية هناك طالب يتلقى الفكر الطائفي عنيف ومتطرف ويفترض في هذا الآخر الذي يدرس في مدارس الشرعية عدوا جاهزا ينمو هذا الجيل ويترع على أعداء جاهزين على فرص حرب متاحة ومستدامة نعم أستاذ عبد الرزاق ولكن الجميع يعلم أن الحكومة مغيبة حتى أن تصحى الحكومة من غيبوتها من هي الجهة البديلة التي يمكن أن تفعل شيء؟ يمكن أن تلعب المنظمات المعنية بحقوق الطفولة بحقوق حماية الأطفال باعتبارهم يعني فئة مستضعفة في بلدان الصراع وفي مراحل الحرب تتحرك تتحرك كل الفعاليات الشعبية والمنظماتية المحلية وتنسق مع الجهات الدولية للضأس على الميليشيا الحوتي باعتماد المنهج الدراسي المقرر في يمن في يمن ما قبل جائحة 21 الشرعية ما زالت لحد الآن تعتمد هذا المنهج على الرغم من علاته وأخصائه التاريخية والتي تعرضت لعملية التصييف مبكر يعني في زمن وجود الدولة الجمهورية نعم أستاذ عبد الرزاق الآن ما المسؤولية التي تقع على عاتق الأهل الآن الأهل هم الأقرب لفعل شيء كيف يمكن الأهل أن يخففوا من وطأة هذه التعبئة على أبنائهم على الأهل أن يحموا أصدالهم من الصعب أنهم يعني يخرجوهم من المدارس أو يبنعوهم من الذهاب من المدارس الإنسان يعني يخلق للتربية والتعليم هو الكائن الوحيد الذي يتعلم يعني هو الحيوانات لا تذهب إلى المدارس فما هو المفروض من أولياء الأمور أولياء الأمور من المفروض أن يشكلوا مجالس آباء وأن يتواصلوا مع الهيئات أو مع الإدارات المدرسية مع مكاتب التربية الموجودة في مناطق السيطرة الحيوثية من أجل يعني أنه اعتماد المنهج الرسمي على ما كان عليه وإبعاد هذه الشوائب والإضافات التي تهدد أدمغة الأجيال والطلبة الذين لا حول لهم ولا قضاء ربما قد يكون هذا الأمر خطير يعني على أولياء الأمور وأنهم لا يستطيعون أن يتحركوا في هذا الجانب لكن أمامهم فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتم تلقينها أبنائهم داخل إطار المؤسسات التعليمية والتربوية ميليشيا الحوثي تركز على المراحل الابتدائية الأولى التي تصنع وعي الطفل ينمو ويطرع معه إلى أن يتمر ويصبح مجندا ومؤذلقا في خدمة أغراض المشروع الحوثي الطائفي أولياء الأمور عليهم أن يصححوا هذه المفاهيم وأن يعني يوضحوا لأبنائهم أن عليهم مثلا في مسألة الاختبارات لأنه لما يكون الفكر الطائفي ممرر عبر قنوات رسمية وعبر الكتاب المنهج المدرسي الذي يتعلق بمصير ومستقبل الطالب نجاحا ورسوبا أيضا بواجباته المدرسية أيضا بالإجراءات العقابية إذا كان لم يرسخ مثل هذه المفاهيم يعني في عقله هنا الآباء يوضح لهم سأذكر مثلا قصة هنا يعني مع ابني حذر وهو أنه عرض علي ذات مرة ككتاب تاريخ الصفة القامس أو الثالث وفيه حديث عن الدولة الزيذية وما إلى ذلك وفيه حديث عن الإمام من يحيب بن حسين الرسي الذي يعد مؤسس الحكم السلالي الثيوغراطي في اليمن وصولا إلى آخر أو إلى أحدث صرخة من الجين الولاثي ممثلا في ميليشيا العوتي يتحدث عن الرسي باعتبار رمز وطني وباعتبار خليفة عادل ونشر العادل وحقق الأمن ورد المظالم هذا في كتاب الذي تم إعداده على يد خبراء في زمن الدولة اليمنية الجمهورية يعني التطييف تم بشكل مبكر فما بالك أستاذ عبدالرزاق الآن ما الذي تم تلقينه وحشه في عقول هؤلاء الصغار الصحفي عبدالرزاق الحطامي شكرا جزيلا لك ولكننا وصلنا إلى نهاية وقت هذه الحلقة أشكرك جزيلا شكر أنك كنت معي ضيف كريم في هذا المحور إذن مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر كل من كان ضيف كريم معي في ثلاثة المحاور وأشكر زمين معد هذه الحلقة الزمين ودي عطا وأشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر